عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجارية تنفيذها لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية وذلك بحضور اللواء خالد عبد العالد وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال في هذا الصدد والعمل على إسرع الخطة التنفيذية لهذا المشروع بما يصهم في الانتهاء منه وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة لذلك جدد مدبولي التأكيد على أهمية المتابعة اليومية لمختلف الأعمال تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية وإعادة رونقها الحضري والاستفادة بما تمتلكه من مقاومات تجعلها مقصدا سياحيا متميزا كما تناول الاجتماع ما تم من أعمال تأهيل عمراني لمنطقة مسجد الحاكم وساحته وكذا تصميم أعمال تطوير وكالة الشربجي ووكالة الأرنقوتي ومجمع الوكالات إلى جانب التأهيل العمراني لمنطقة بابزويلة ومقترح إحياء مقعد ووكالة رودوانبيك والمنطقة المحيطة بها